نسانكم معطر بذكر الله وبالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه الملبن بريحة الورد طريقة سهلة وبسيطة اقتصادي جدا جدا هيعمل معيك كمية لبأس بيها ان شاء الله وهيعجبكم وفر كمان احنا بنقول عليه ملبن فيه ناس ثانية بتقول عليه راحة الحلقوم تقريبا الناس بتقول عليه دمية على حسب كل بلد ومسمها زي ما انتم شايفينه كده في الكحك بتاعنا بتكلم عن نفسه طريقة سهلة وبسيطة هنبتدي على طول مع بعض هنبدأ ونقول على بركة بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين نشوف مع بعض الفيديو ما تنسناش بداعه حلوة بزهر الغيب ولكم بالمثل الملبن قدامكم بتكلم عن نفسه وهكرركم المعلومات اكتر من مرة طول الفيديو ان شاء الله يلا نبدأ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل نعمل اول حاجة خالص نجهزها كده عشان نشتغل في الملبن على طول اول حاجة هجيب صنية اي مقاس او على حسب الكمال اللي هتعمليها وهبدأ ابضرها كويس جدا جدا بالنشا بالشكل ده انا هنا بعمل بطانة وهعمل كمان على الجوانب عشان الملبن ما يلزقش هركنها على جنبه نبدأ نشتغل في الملبن بتاعنا على طول المكونات موجودة ان شاء الله في كل بيت مش مكلفة خالص محتاجين لكوباية مية كوباية سكر تلت كوباية نشا زي ما انتم شايفينها كده نشا سايبة ممكن نشا اكياس زي كده برضو ممكن المتوفر والمتاح والنشا متقطرش عن كده عشان متحاولش معاكي المهلبية خد بوضي الوصفة نقول تاني المقادير كوباية مية كوباية سكر تلت كوباية نشا نشا الدراء العادي وكمان معلقة كبيرة من روح الورد موجودة عند اي عطار ودلوقتي مالية المحلات كلها عشان كل عامونتم بخير الناس دلوقتي بدأت تشتغل في الكحك عشان العيد والبسكوت كمان هناخد اول حاجة في كسرولة كده هننزل بالكوباية السكر عليها كوباية المية الكوباية لازم تكون بعيار واحد تلت كوباية نشا ما تزوديش عن تلت كوباية نشا لو زادت النشا معلقة واحدة هتتحول معاكي فورا لمهلبية هبدأ ادوب كل الكلام ده مع بعضه بالشكل ده زي ما انتم شايفين في اتجاه واحد لحد ما النشا هتدوب تماما وكمان السكر لازم الحركة دي الفيديو ممكن يكون هيتور شوية معلش لكن لان الماضي ده محتاج التقنية وتركيز شوية فما حبيتش اكرويته يعني ومتمشي معاكو خطوة بخطوة انا هنا بدأوب كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده فيه كمان عصير لمون هناخد معلقة عصير لمون برضو بس محطهاش في اول الفيديو معزرة يعني ده تسهوي كده دلوقتي كده بعد ما دوبت السكر والنشا تماما هبدأ دلوقتي اعصر كده معلقة لمون هعصر على المعلقة كده كده بالزبط معلقة هشير بس البزرة اللي وقعت باش مشاكل وبعد كده اضفت عصير اللمون وهبدأ هديره تقليبتين بالشكل اللي انتم شايفينه ده عصير اللمون هيديكي هيمنع تسكير السكر طبعا احنا ما معناش ولا جيلاتين ولا معنا عسل جلوكوز فده هيقوم بالواجب ان شاء الله يعني بعد كده هنرفعه على النار على نار عالية لمدة نقول مثلا ست دقايق مع التقليب المستمر ما تسيبيش ايدك منه نهائي هتخش المطبخ نص ساعة بالزبط ما تخرجيش منه ولا تسيبي المضادة في ايدك هنقول منهم عشر دقايق تقليب ومكونات والكلام ده وخمسة وعشرين دقيقة على نار هادية كده بعد ما عدى ست دقايق بدأت تبدأ تكالكع كده معايا من الجنب ببدأ ادوب برضو كويس جدا جدا بالشكل ده لحد ما احصل على القوام ده اول ما حصلت على القوام ده طبعا لسه النشاء اللونها واضح ما تقوليش ان هو كده ثوى وخلاص وتشيلي لا كده هيبقى معاكي بلوزة او مهلبية زي زمان ولكن اللي احنا هنعمله دلوقت هنهدي النار تماما احنا وصلنا القوام ده بروح مهدية النار خالص يعني تعتبر شمعة او شعلة زي ما بنقول والتقليب مستمر هعمل حركة دي لمدة قد ايه لمدة خمسة وعشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة بالزبط بصت كده في الساعة من اول ما تهدي النار مثلا وليكن الساعة كتوحدة بالزبط اول ما انا وطيت اول ما اتوطي النار بعد القوام ما تقل اوطي النار وبعد كده ابدأ احسب خمسة وعشرين دقيقة هو كده بقى تمام جدا زي ما انتو شايفين نرجع للصانية بتاعتنا نرش فيها برضو كمان شوية نشا انا كده بطنت الاحرف لو الكمية كبيرة لو مش عندك نشا او النشا مش مكفية اطحاني سكر بودرة واعملي زي ما انا بعمل كده نرجع بقى للملبن بتاعنا انا ما كنتش سايبة انا كنت مقفة بنتي جنبه بتقلف فيه كده خلاص وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها بالزبط القوام تقل اللون تحول معانا للون الاصفر الشفاف وزي ما انتو شايفين بينزل بصعوبة من المعلقة كده بقى معايا زي الفل ان شاء الله مش محتاجة انك تعمل له اختبار ولكن هقولك برضو بتعمل له اختبار ازاي اه انت لو زبطت الساعة بتاعتك بمجرد ما تهدي النار عليه وتقل قوامه خمسة وعشرين دقيقة مش هتحتاجي انك تعمل له اختبار بعد كده خمسة وعشرين دقيقة عدو هنزل بمعلقة مليانة كبيرة من روح الورد على الملبن وهتدي له تقليبة كده سريعة يعني بتاع عشر ثواني مثلا عشرين ثانية مش اكتر من كده طبعا النار هادية جدا معي عايز اقول لكم الريحة اللهم بارك مجرد ما تحطوا تقلب روح الورد قلبت كان المربخة الريحة كانت رائعة اديتها تقليبة كده لحد ما الملبن اتشرب روح الورد وخرج بقي البخار منه احنا مش عايزين البخار ده احنا محتاجين المطة دي عشان كده طولنا عليه شوية على النار زي ما انتم شايفين كده اللون تحول الاصبر الشفاف والقوام تقل جدا بينزل بالعافية كده بقى معي ملبن جاهز ولا استخدمنا عسل جلوكوز ولا استخدمنا جيلاتين صحي واقتصادي ان شاء الله هنجيب بقى النشا بتاعتنا وهبدأ انزل الملبن اللي احنا عاملاه عاملينه بالشكل ده كده شايفين بينزل ازاي وكمان لما يبرد ببقى احلى من كده هبدأ انزل كل اللي موجود معي في الكسرولة بالشكل ده لو عندك بقى قلب انجلش كيك او قلب يعني يكون طويل شوية لو فيه فيه علب السنبوسك بتبقى عاملة زي النص دايرة كده من تحت ممكن تحط فيها كيس وترش عليه برضو النشا وتصب فيه الملبن هتديكي القوام بتاعها تبقى تخين وهيبقى شكله حلو جدا ان شاء الله انا هنا عملنا هنا وفيه كمان القلب بتاع الانجلش كيك او قلب التوست ده ممكن تحط فيه والتقالي الملبن بتاعك شوية انا عملته هنا فردته كده عشان احاول اوري هلقو تشوفوا القوام بتاعه ازاي وشكله عامل ازاي والمطة كمان بعد ما فردته وزبطت شوية بالشكل ده هنزل على الوش بشوية نشا كده وبرضو زي ما بقول تاني لا مش متوفر عندك النشا ممكن تستبدليه بالسكر البودر ولكن النشا افضل عشان السكر البودر ممكن يعرق منك شوية كده تمام الاختبار بقى بنعمل ايه هناخد حتة من طرف المعلقة وهكورها بايدي بالشكل ده وهبدأ بين سوابعي اضغط عليها اشيلها الفوق والتحت هتلاقيها بتمط معاكي يبقى انت كده تمام والموضوع معاكي زي الفل تبدأي تطفي النار على طول هنا بعد ما بيته ليلة كاملة تاني يوم اهو بمسح استكينها كده بالنشا عشان تتقطع معايا بسهولة وابدأ اقطعه بالشكل ده كده بصوا من شكله من شاء الله من شاء الله من شاء الله اللهم بارك تحفة شايفين شايفين من جوه عامل ازاي ده بقى اللي كان في اللي كان في القلب ده شكله بصوا المطة بتاعته عايز اقول لكم ان هو طالع من التلاجة حالا وانا بطلعه كده عشان كنا الصبح بدري عشان نعمل الكحك فكان لسه طالع من التلاجة قلت اصوره قبل ما نشتغل بيه على طول وده شكله زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله روح الورد مديال وريحة كأنك شرية جاهز من برة والطعم والقوام بالزبط زي بتاع برة طبعا على نظافة اقتصادي جدا كيلو الملبن بالوقت تقريبا ندخله في حاجة وعشرين جديد مثلا انا مش متذكرة قوي ولكن اعمليه في البيت انضف واحلى وهوريكي بص المطة بتاعته عامل ازاي دي مطة الملبن الصح بقى بصوا لما تحشي بيه بقى الكحكة او الارئيش او تعملي بيه اي حاجة بقى يعني ويدخل الفرن كده بيزيح جوه الحاجة وبتطلع فيها مطة جميلة جدا بصوا انا كده هكوره ونبدأ بقى نكوره كده عشان خطر آآ انزل نعمل الكحكة ونحشي بصوا يعني كده بيتقطع وهو طالع من التلاجة تخيلوا بقى لو هو كده بنبرق ودي الكحكة بعد ما عملناه ان شاء الله ان شاء الله شاكل الملبن من جوه الكحكة بتاعنا دايب شوية بصوا الملبن عامل ازاي وعايز اقول لكم ريحته تهبل وطعمه منطهر روعة بجد والله جربوه ان شاء الله يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك لو الاول مرة تشوفوا القناة وتفعلوا زر الجرس عشان اي جديد يوصلكم ان شاء الله يا رب يكون عجبكم وانا رضاكم كنت معاكم صند السعيد بتنسونا جاءة بدعة وحلوة بظهر الغيب ولاكم المس اسببكم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته